سعال هلموا إلينا الضفو عمو يزيد عمو يزيد بوان كوم تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بك إذن يا أطفال عمو يزيد حب يستضيفكم كامل شوية على الصبر وتكونوا معنا هنا إن شاء الله في هذه الفترة هذه كان يوم عالمي مهم هو اليوم العالمي لأيتام الحروب عبركم يا أطفال باللي العالم فيه حروب فيه عدة أشياء والعنصر الأول اللي يضرر من هذه الأشياء هو الطفل الطفل هو اللي يتشرد الطفل هو لأنه الطفل لا ذنب له كما أنتم هكذا عاقلين كي الملائكة يا أخي وشاطرين وكامل نحبوكم وكامل لذا دائما إحنا نضام له في أول وهلة مع الأطفال الأطفال لأننا نحبوكم ونحبو أن نربيوكم أحسن تربية يا أخي بهذه المناسبة هذه حبينا نستضيفه اليوم أطفال جونا من خلال جمعية كافة اللي يتم لي مفتاح نحيوهم 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 نحن من خلالكم من خلال هذه الوقفة هذين قلوا كاعل الأطفال الأيتام وكاعل الأطفال المحتاجين وكاعل الأطفال اللي عندهم احتياجات خاصة رانا معهم ورانا متضامنين معهم وعلى بالي 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 الأطفال سواء أيتام ولا دوي احتياجات خاصة ولا عنهم إرادة كبيرة 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 ومن بعدها لحن سخصيكم إذا تقرأوا مليح ولا لا تقرأوا مليح هذا هو وإذن يا أطفال نرجحكم في دراسكم المثابرة يا أخي وأي يتيم إذا كان ما عندوش الأب ولا الأم إحنا الأب نتعوه وإحنا أمه يا أخي مرحبا بكم أولادي إذن قبل ما نروح للفقرة المولية نطرح عليكم لغز اليوم تحبون ألغز؟ نعم إذن لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي يذهب ولا يرجع أعيد اللغز لكم والأصدقاء اللي يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا عبر موقعنا عمو يزيد بون كوم بالطريقة التالية أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آقل اكتب عمو يزيد بون كوم اضغط على زورة جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجاوب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة آقل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذن فكروا ما هو الشيء الذي يذهب ولا يرجع مع أصدقائنا اللي رام يشوفوا فينا وأنتم شاطرين على بالي في آخر الحصة تعطودي الجواب قبل هاد شي راح نروح نكتشفوا شخصية شخصية معروفة في الكفاح المسلح الجزائري عباس الغرور مع نورهان تفضلي نورهان تصفيقة تصفيقة على نورهان تفضلي بلتي تفضلي السلام عليكم يا أصدقائي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وها نحن اليوم على موعد جديد بشخصيات أعطت للجزائر أغلى ما تملك إنه عباس الغرور ولد عباس الغرور في 23 جوان 1926 بدوار إنسيغة بولاية خنشلة ينتمي إلى أسرة فقيرة دخل المدرسة الفرنسية واستطاع الحصول على الشهادة الابتدائية بعدها توجه إلى الحياة العملية فتحق دكانا للخضار والفواكه في السوق العامة للمدينة وهذا لتمويه الاستعمار عن نشاطه الحقيقي ولقد أصبح هذا الدكان مكانا يلتقي فيه منظلو الحسب لعقد اجتماعاتهم السرية وبرفقة الشهيد مصطفى بن بولعيد وآخرين ساهم عباس لغرور بالتحضير للثورة في منطقة الأوراس وقد أشرف على الأفواج التي أوكلت لها مهمة شم الهجوم ليلة أول نوفمبر 1954 منذ اللحظات الأولى للثورة المسلحة برهن عباس لغرور على حنكته وشجاعته وقدرته على القيادة والمناورة وإلحاق الهزيمة بالعدو غادر الجزائر إلى تونس في شهر أكتوبر 1956 برفقة عدد من الإطارات منهم عدد من الطلبة الذين غادروا مقاعد الدراسة لتحرير الوطن أنثال من توري محمود وكان لغارة اتخاذ موقف موحد توفي عباس لغرور يوم خمسة وعشرون جوليا 1957 في تونس مع عدد من الإطارات الثورة الجزائرية برافو 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 نور ونقلوا المجد والخلود لشهدائنا الأبرار يا أطفال بما أننا في اليوم العالمي ليتام الحرب وحبينا اليوم نقف وقفة مع اليتامة كامل ونقول لهم لنحبوهم حبينا حبينا تلهم أغنية نقول فيها عيني عيني لا تبكي يلا تغنينا نكمل معايا مرة كنت مع صحبي يوما من أيام العطلة نادى صوت من قربي كانت أمى لي عبد الله مرة كنت مع صحبي يوما من أيام العطلة نادى صوت من قربي كانت أمى لي عبد الله قالت ابني يا حبي يوما هلما إلي يا يلا قالت ابني يا حبي يوما هلما إلي يا يلا عيني عيني لا تبكي يلا يلا كف في دموع رحمة ربي تحويني ودعائي عنده مسموع راح يجري يا أمي أمرك آت يا أمه ماذا تريدين مني تحظنه تمسك يمنا راح يجري يا أمي أمرك آت يا أمه ماذا تريدين مني تحظنه تمسك يمنا هاكا الحلوى يا ابني وعيني تنظر وترى هاكا الحلوى يا ابني وعيني تنظر وترى عيني عيني لا تبكي يبغي الله كف في دموع رحمة ربي تحويني ودعائي عنده مسموع عندها قلت في نفسي لو كانت أمي جنبي كانت تعطيني الحلوى وتزودني باللعب عندها قلت في نفسي لو كانت أمي جنبي كانت تعطيني الحلوى وتزودني باللعب لكن راحت عن زماني من تغمرني بالحب لكن راحت عن زماني من تغمرني بالحب عيني عيني لا تبكي يلا يلا كف في دموع رحمة ربي تحويني ودعائي عنده مسموع مهما خالي أو أمي أعطاني حبا جما أو أبي أو كل الناس لن تعوضني أمه هي أمي كل الناس وستبقى أمي دوما عيني عيني لا تبكي يلا يلا كف في دموع رحمة ربي تحويني ودعائي عنده مسموع شكرا 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 يا أطفال شكرا إذن رحمة ربي تحويني ودعائي عنده مسموع إذن رحمة الله وسعة ولا نهاية لها يا أخي يا أطفال نعم وش عليكم؟ نروحوا مع ألعاب الخفا نعم إذاً يلا نروح مع أمو ناسيم في ألعاب الخفة مرحبا بك عبو ناسيم إذاً تفضل أمو ناسيم تصفيقة 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 على أمو ناسيم السلام عليكم يا أطفال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على بالي بلي تحبوا الألعاب الخفة ولهذا اليوم رحكم رحيم تشاركوا كامل بعي قبل ما نبدأ لازمني واحد ولا واحدة تفضل متاع أروح تفضل مسبك عمر اسمك شباب حيونا عمر هنا يا أطفال لكم تشوفوا بالي لدينا كيس تشوفوا الكيس فيه شيء شيء ما خليه فيه لديك شدوا في الأخر سنشوفوا وشفي الكيس هذا هنا عندنا لوحة رحكم تشوفوا معنا لوحة فيها خانات نطلب منكم تعطيوني أسماء فواكيح أو خضر نبدو بالفواكيح قبل أعطوني أسم فاكيح هم أعطيوني أسم فاكيح تفاح زيد تية إجاس زيد أنت الملحة قطع شرع هم موز موز لذيذ جدا زيد فراويلا زيد تفح تفح قلوه نجلب اسم تغطير اسم مونغا بعتي زيد إيجاز برتقال فيتامين زيد عنب دوكان روحو الخضر بعد نجال زيد زيد جيد زيد 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 طماطم 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 تشوفوا قاع معنا كل واحد فيكم اعطاننا اختيار لي فاكهة من فاكهة وكان عنا الخضر اياك عمر هنا لدينا الخضر والفاكهة وهنا عندنا رقم متل الساعة من واحد الى ثناش تشوفوا عمر خير اي رقم يعجبك من واحد الى ثناش خمسة ما تبدلش اختيار نهائي احنا نوضع هذا الاشارة هنا في الرقم خمسة رقم تشوفوا ندوروا بهذه الطريقة ونحسبوا من خير خمسة نحسبوا رقم خمسة احسبوا معنا اثنان ثلاثة اربعة خمسة الاختيار له عمر موز راكم تشوفوا موز وكان خير ستة كانت تفاح سبعة كانت تفاح اذا عمر خير الموز دعود نفكركم باللي في البداية كنت تعطيت الكيس العمر فيه شيء ادماء قدرت تفتحوه ترينوش فيه الكيس هذاك ورينوه بشكاية يا اطفال هل هي مجرد صدفة ام حيلة من حيال الالعب السحرية شكرا 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 عمون ناسيم برافو 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 شفتوا يا اطفال جميلة اذا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا مع مناسيم بهذا الألعاب السحرية واش رايكم له حضركة نحكي لكم حكاية يلا نحكي لكم اليوم حكاية الرجل الفقير يا اطفال كما وعدكم مقبلة راح نحكي لكم حكاية الرجل الفقير واحد النهار كان واحد الرجل فقير محتاج وعنده جارو غني غني قال انا ولا غير نقص جاري هداك ونقوله يعاوني بصدقة ولا بحاجة ولا بعمل ولا بأي شيء راح لعند جارو هداك قالوا حاولني صدق عليا ولا شوف لي خدمة ولا سلف لي ولا وهداك جارو متجبر يعطيه هكذا بالكلمات الجاريحة وكامل يقوله انت ولا شيء انت ما تصلح الوالو انت فقير وانت ما عطي لك شدرهم ويحاوزوا هكذا جرحوا ومن بعد راح هداك رجل مجروح هكذا وكامل الغني ما حبش يعطيله دراءه مكامل ما حبش يعاونه ومحبش يساعده بعد يومين من بعد رجع عند زوجة هداك الغني قال راح نشوف زوجة دياله بلك هي اصلح منه بلك ناس ملاح بلك غير فتحته الباب قال افوالا انا رجل فقير جيت عند زوجك هدا يومين سبني يعني اهني في الكرمة قتلوا لا لا اسمحنا دخلتوا للدار اعطتوا المكلة قتلوا كل قتلوا اسمحنا بلك ما كانش ملاح بلك كذا محبتش هيك يجرحوا وقلوا هداك الكلام القابيح وكامل هما قاعدين هكذاك حتى دخلوا رجال الشرطة رجال الشرطة دخلوا مع زوجها ولكن كانوا ديرين له المنوت قتلوا موش كاين موش كاين قالوا لها زوجك قع هاد الثروة انت عودرها بالاختلاسات والسرقة سراك ناد هذك الفقير قالوا انا تسبني وتجرحني وكاملوا انت سارق تسرق هادشي وكامل ومبعد هادوك رجال الشرطة قالوا انت وشك تدير هنا قالوا فوالا انا جيت لعنده عندها ايام هكذا وجرحني ومحبش يعاونني ومحبش كذا ومبعد جيت عند زوجها تاعوا ووراني هنا زوجها تاعوا وخارجت ناس ملاح وكامل قاسهم بهذاك الهذا رتاعوا وكامل شو اعثر فيهم قالوا له تعال انا احنا نوجدو لك عمل وكامل هادوك رجال الشرطة داواهو سعدوه ووجدو له عمل وكامل هذا اللو بده يعمل يعني الانسان كان محتاج مساعدة فقط عم يزيد عم يزيد مستخلصه من حكايته honestly انه كلمة واحده تسبب الاخطاء وصداك واحده تجعل الاشياء جميلة براظو برافو برافو جميل 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 اذا كلمة واحده تسبب الاخطاء وكلمة واحده تجعل الاشياء جميلة إذن الإنسان لما يجي يجيك السائل أما السائلة فلا تنهر أما السائلة فلا تنهر وأما اليتيمة فلا تقهر برافو برافو إذن كي يجيك سائل وكامل ما لازمش تنهره ما لازمش لازم الإنسان يحاول قدر مستطاع بالمرأة الإنسان ما يقدرش ولكن كلمة حلوة معلش يا خي يلا معي أطفال عجبتكم الحكاية يا أطفال جميل إذن لازم نردو بالنا كي نحضر مع الناس أما السائلة فلا تنهر وأما اليتيمة فلا تقهر برافو برافو لحقنا الوحد الركن اللي نحبه بزاف هو ركن البريد البريد ليه أنتم يا أطفال ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويازيد.com بالضغط على الزرار آراء وملاحظات بوبي شوفنا بأتونا زملائنا وأصدقائنا الأطفال رسائل نقرأهم كين شكرا شكرا بوبي شكرا إذن نحب نقرأ هذه الرسائل لنا. رسالة الأولى بنقدر عبد الله عشر سنوات من مدينة سيدي موسى الرسالة تقول الله بارك عمويازيد وكل الأطفال برافو برافو نحبوك حنا ثاني إذن الرسالة الموالية تقول عيد المارية سبع سنوات من الجزائر العاصمة قالت عمويازيد مسلي جدا ويعطينا فوائد كثيرة مسلي عمويازيد شكرا شكرا إذن بنتي مارية عيد الله يخليك على هذا الاهتمام هذا حنا ثاني نحبوك 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 رسالة الموالية تقول لعلي ليش رايان 13 سنة من الجزائر العاصمة كذلك قال لك أنا أحب عمويازيد لأنه رائع رائع عمويازيد شكرا شكرا بولدي الله يخليك على هذه الرسالة الجميلة هذه الرسالة الموالية تقول شككين هذين 12 سنة من مدينة العطاف وولاية عين الدفلة سلامنا لكل سكان مدينة العطاف وولاية عين الدفلة كلها قتلكم السلام عليكم حصة جد جميلة وتستمتع بها كل العائلة برافو برافو هذين سلامنا لكل ناس العطاف آخر رسالة اليوم تقول تكون جميلة هذه السور لصيف عبد الرحيم 13 سنة من مدينة بورج بوري ريج قال لك حصة جميلة جدا ومفيدة أشكركم على مبادرتكم الجميلة يا عبد الرحيم لصيف لا شكرا على واجب وشكرا لك أنت على الاهتمام إذا عمويازيد يحتفظ بهذا الرسائل هذو نحبهم نحب نقرأهم شكولي عندونك تجميلة استثقال الحق الولى لحقناه الركن النكت تعالي بنتي أرواحي تعال بقعدي بنتي واسمك بنتي دنيا دنيا شح لفهم عمرك دنيا تمنية تماني ايام 8 8 شهر 8 8 واش هن سنوات اهاه إذن تمز السنوات حكيناه ركتاك بنتي كانت واحدة النملة تمشي وتبكي تمشي وتبكي تلاقيت مع الفيل قالها الفيل وش بك يا نملة علاقك تبكي قلت له يا مو بابا ماتو الله زدك تلاوتني قلها يا سبحان الله يا شمع ما شفهاش أوكي بنتي الله يخليك شكولي عنده ركتة ثانية تعالى تعالى وريتي أقعد وريتي واسمك سيدة أحمد سيدة أحمد وين تسكن سيدة أحمد في براقي في براقي شحن في عمرك سبع سنوات سبع سنوات حكينا نقطة تعك كان هنا وعد الطفل يجب لابو بابا وبدأ قلت له إماه وشنو هادي الزوبيا قالها الأخر يعني بعدها يجب الدبان يضعها للزوبيا قلت له وشكون هادو قالها هادو جمهوري وبدأ جاء جاء واحدة الفارق قد له شكونادك الان مغني مغني برابو 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 تعالى بنتي تعالى اخودي واسمك؟ بوشرة بوشرة وين تسكني بوشرة؟ في مفتاح الله يبارك حكينا نقطة تعك في يوم من الأيام كانت مراه ومعها وليدها وباباهم كان متوفي وقاتلوا وليدها قاتلوا هاك خمسين الف رح عند الجوج شري جاجة خمسين الف ومبعد ذلك رح القى الجوج غالق رقى مجموعة من الأولاد قالهم إذا نلعب معاكم قالوا له لازم تمدنا دراهم خمسين الف هو كان عمبالهم بلي عنده خمسين الف قالهم لازم تمدنا خمسين الف تلعب معانا ومبعد هو مدها لهم كي مدها لهم لعبوا 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 ومبعد يتكشف الجوج يفتح قالهم عني رايح نشري ومبعد ذلك قال نسيت بلي مده لهم دراهمي ومبعد ذلك قعد حير 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 ومبعد ذلك قال لها رح عند يمه رح يبكي قاتلوا وشبيك قالوا ها قالها بلي رح تنشري لقيت الجوج غالق قالها مده خمسين الف لصحابي باش نلعب قاتلوا معلش ياوليدي قاتلوا المهم لي حكيت لي الحقيقة وما كتبت عليها قاتلوا ما نزعفش عليك كله كان كتبت عليها نزعف عليك برافو 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 جميل 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 الحقنا دركاء للجواب عن اللغة ما هو الشيء الذي يذهب ولا يرجع قاتلوا تعلي بنتي أروح واسمك؟ زينب زينب وش هو الجواب؟ ها؟ وش هو الجواب تعالوا؟ الجواب هو الشخص الذي يموت لا يرجع لا لا مشي الشخص ما هو الشيء تعالي بنتي ما هو الشيء الذي يذهب ولا يرجع؟ دخان اوه واسمك بنتي؟ ياسمين ياسمين وماذا كنت يسمين ترى في الكاميرا؟ في الحاميس في الحاميس حك في عمرك؟ عشرة عشر سنوات عشر سنوات عشر سنوات إذا هو الدخان الشيء الذي يذهب ولا يرجع هو الدخان أعطي لي الهدية تحاشة ترى هدي إذا بنتي عمو يزيدي هديك هادي الشوب تشرب فيه الحليب والماء وثلاثة أقراص مضغوطة ثلاثة تعليل سيدي آخر أغاني عمو يزيد في كل سيدي عندك 22 أغنية خاصة بالأطفال أشارة تسادي بهم بنتي؟ تضلي العفو العفو بنتي لا شكرا على واجب يا أطفال ككل حصة عدنا اليوم عيد ميلاد فدوى عشر سنوات تعالي بنتي تعالي تعالي حنا نغنوا الفدوى عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا يروح يجيبونا القدوة داع فدوى عيد ميلادك أحلى عيد ربك تبلك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقلك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقلك عيد ميلاد سعيد من التأميدي كنتمنى صحة وسعادة وهنا شرح يا ربي لميات سهلة ونعيش أيامها أفضل شرح يا ربي لميات سهلة وتعيش أيامها أفضل موسيقى 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 يا بانين ويا بانات يلنطي يربارونا بس أنا مراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات بس أنا مراح غني نفرح ونعيش أحلى الأوقات موسيقى هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بس مكنتا سيبناها بي لا حرواي محناها بس مكنتا سيبناها بي لا حرواي محناها موسيقى طاب الله ما يدولوه وصحابه ويبردولوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو سنحل ويا جميل سنحل ويا جميل سنحل و سنحل ويا جميل برافو إذا فدوى عشرة تسعة تمانية سبعة ستة خمسة ربعة تلتة عزون واحد برافو 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 رائعي البرنامجي هديك هاد الدراجة الجميلة هاد إن شاء الله تسفدي بها بنتي تسفيقة 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 عليها عدد الدراجة مهدات لك إذن تحية الجمعية كافي اليتيم على المستوى الوطني وخاصة مكتب مدينة مفتاح شكرا على الحضور معنا ونحبوكم كامل يا أطفال ورانا مضامنين معكم مع كل الأطفال المحتاجين ومع كل أطفالنا باش يتربوا بالطريقة السليمة أنا مبقى لي إلا نقولكم بقاوة الخير سنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت سلام لا تحزنوا حنال ودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يا زين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يا زين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة